شبكة أجيال تقدم مختارات للإعلام عارف حجاوي لا بد لنا من العلم ولا بد لهذا العلم من أن يأتينا محمولاً على ظهر اللغة العربية اللغة العالية بحيرة بفتح الباء الراهب الذي استبشر بالرسول والرسول صبي بخت حظ حسن سعد نصيب قسم جد فأل حسن البخور بفتح الباء وبلا شدة هو العود نفسه أو دخانه وآلة البخور المبخرة الباخرة سميت كذلك لأنها كانت تسير على البخار وذهب البخار وظلت باخرة بخس يبخس نقص وظلم ولا تبخس الناس أشياءهم نقول اشتريت الكتاب المستعمل بثمن بخس من موقع البوابة الإلكترونية ونقول أيضاً اشتريته رخيصاً بخل يبخل فهو باخل علينا فإن كان هذا طبعه فهو بخيل لا بد أن نتحرك و جملة أخرى لا بد أنك ستحتاج إلى بعض النقود بعد لا بد لا نضع واواً في الأفصح مبدأ ومبادئ قانون أو نهج ينطلق منه الإنسان بادئ ذي بدء تعبير مستهلك وليس له معنى سوى في البداية فليقل المرء في البداية فهذا أبعد عن التقعر عوداً على بدء تعبير سقيم آخر الفن البدائي ما وجد على جدران الكهوف مما رسمه الإنسان الأول والفن الفطري فن يحاكي رسوم الأقوام البدائيين محاكاة معاصرة واشتهر من ممارسيه جوغان وقد يوصف الفن الشعبي بالفن الفطري كرسوم محمد علي رفيق الشيخ إمام رحمهما الله بدى يبدو بدوا أي ظهر يكثر استعمال يبدو في الإعلام إلى حد الإفراط ومثلها ربما كأنما يريد الصحفي أن يتنصل من تبعة كل تحليل على أن ذلك خير من الجزم في غير محله بدى لي تعني في الاستعمال القديم غيرت رأيي هاكم جملة كنت عزمت على السفر ثم بدى لي فأقمت حتى تلي دمرأتي حكمة اليوم من أهم الاكتشافات أن البقدونس ليس بحشيش السلام عليكم اللغة العالية عرف حجاوي ومهمة قاعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر